اشتركوا في القناة بحب اتشكر جميع اعضاء القناة وخصوصا الناس اللي بعلقوا هاي التعليقات اللي تعطيني طاقة ايجابية وبرضو بتحفزني على انه رغم كل مشاغلي ورغم كل التعب اللي انا فيه الا اني انا بفرغ حالي وغصبت عني عشانكو انتو لانكو انتو احسن مني حتى في الجواب فبطر اني انا اسجل حلقة حتى لو شو مكانة الظروف عشان انا ما اقطعكو نهائيا خلينا نروح على بعض الاستفسارات واهم سؤال سأل هذا اليوم لانه كثير انا صرت اشوف فيديوهات عنه ان شاء الله انا في اليومين الجايات رح انزل شرح وافي عن هذا الموضوع بفيديو منفصل وهو موضوع الكسوف اللي رح يكون في برج السرطان طبعا صار في ضج كثيري على الموضوع صار في خربطات كثيرة صار في ناس بتزايد على الموضوع وبترهب على هذا الموضوع بس بالمختصر انا بقولك الموضوع ما بيخوف لهالدرجة هاي ما تسمعوا كل هذا الكلام اللي بنحكى تأثيرات الكسوف زي الخسوف تقريبا والها تأثيرات على الابراج ولكن تأثيراتها مش مدة طويلة يعني ما بتتجاوزش مدة الاسبوع كلها على بعضها ما قبل وما بعد يعني ثلاث ايام وثلاث ايام بعدي وبعدين بنتهي تأثير الكسوف هذا ما له تأثير على الابراج ان شاء الله راح اعمل لكم حلقة خاصة لهذا الموضوع خلال اليومين القادمات انزله واشرح فيه بشرح مصطفى يضع عن الكسوف ووقت الكسوف ومكانه من وين ممكن رؤيته وتأثيراته على كل برج ايش بده يأثر عليه بالضبط وقديش مدة التأثيرات هاي يعني شرح مفصل على الموضوع ولكن حبيت اني انا اطمن اللي متخوفين من الموضوع انه ما في داعي للخوف الامر مش لهالدرجة مرعب يعني ولكن يعني حبيت اني انا بس هيك اطمنكم اما بالنسبة للموضوع الثاني اللي انا حبيت انا احكي عنه موضوع التاروت موضوع التاروت انا جاوبت عنه في حلقة سابقة التاروت هو علم لاصحاب الروحانيات يعني للشخص اللي عنده روحانيات اما الشخص العادي اللي بدخل على الموضوع هاد برضو بيجي بقولك انا بالتاروت وشايف برجك انا بالتاروت وبيأثر على برج كذا بالتاروت فهو نصب لانه التاروت تاروت ما الو علاقة في الابراج في مدرسة حديثة حاولت انها تدخل موضوع الابراج عشان يصيروا يقرأوا الابراج او يسرقوا الابراج هيك وبعدين يجي يقولك تأثير التاروت على اصحاب البرج الفلاني التاروت ما بنحسب لمجموعات ولا بنحسب لشخص خارج البلاد ولا بنحسب على التليفون ولا بنحسب على الانترنت ولا على الكمبيوتر ولا ملوش علاقة التاروت لازم انت تكون شخصيا جاعد قدام الشخص اللي بيشتغل تاروت وانت اللي تسحب الاوراق بطاقتك يعني طاقتك تحطها على الاوراق بالاسئلة اللي موجودة جواك او الاشياء اللي بدك اياها جواك وتفرد الاوراق وهو من خلاله بيشتغل على هاي التاروت وبحلل ايش سؤالك وبعطيك الجواب على سؤالك وبالوطن العربي اجمالا ما مر علي واحد بيشتغل تاروت صح كلياتهم اخدوا التاروت عن طريق كتب او تعليم عن مواقع عرفوا كل ورقة او كل بطاقة ايش بتعني لما بتكون بهيئتها الامامية او بتكون معكوسة فخصار هو ايش انه عالم تاروت التاروت ما الو علاقة بهذا الموضوع فعشان هيك ما تغلبوا حالك واي واحد بيجي بيقول لك قراءة الابراج في برج التاروت او في التاروت او في اوراق التاروت على طول بدون ما تسمعوا اكتب له انت كذاب ما لهاش علاقة هاي وقول له انا اللي ولد كمان ماشي التاروت بنحسب حاضر لازم تكون قدام الشخص اللي بيشتغل تاروت والموضوع لا الو علاقة بالشمع ولا الو علاقة بالبخور ولا الو علاقة بالالوان والاحجار الكريمة والمشعار في ايش لاعب التاروت او الشخص اللي عنده فن التاروت بيشتغل عليها بطاقته الداخلية بيقرأ اللي انت بتحطه مش بيقرأ هو الاشياء اللي هو بسحبها وقول لك انا سحبت على نيتك يا الله نية خروف هاي مش نية يا الله باشي خلينا كمان في سؤال انا بحاول اني اجاوب بسرعة لانه الحلقة اليوم يعني مش طويلة ولكن انا متأخر كثير بالوقت فعشان هيك رح يضيع علي كثير فبحاول اني اجاوب السؤال اللي بعديه هو سؤال الكيتو والراهو والله جوابت عليه كثير هذا السؤال ولكن الباين انه في ناس ما بتسمع المقدمة وبتسأل السؤال او الجدد وما سمعوا الحلقات القديمة الكيتو والراهو احنا منسميهم ذيل التنين ورأس التنين هذولا الاثنين لتحديد الكسوف والخسوف موجودات فقط لتحديد الكسوف والخسوف والزمن والدرجة اللي رح يصير عليها الكسوف والخسوف عشان هيك يتحرك الان وهو موجود في السرطان عشان هيك يبدو يصير الكسوف في السرطان هو حددنا الدرجة العلم الهندي هو اللي بيشتغل علم الفلك الهندي هو اللي بيشتغل اعتمدهم او بيعتمدهم احنا من اعتمدهم بس للكسوف والخسوف اما التأثيرات المرعبة هاي اللي بدها تصير وانه بما انه دخل على السرطان معناته الامراض والاوبي او المش عارف ايش يا عالم الناس قاعدة بتحكي في الاخبار او في وزارة الصحة العالمية او في اي اشي في العالم بقولك جائحة كورونا هاي الها ردة الفعل الاولى وبعدين في موجة ثانية لالها وفي موجة ثالث لالها هدولا اخذوا وقال لك اه موجة ثانية معناته هاي بدها تيجي يعني بما انه احنا خلصنا منها معناته هاي شكلها رح تيجي يعني بعد شهر شهرين ثلاثة فاحسن اشي انه الكسوف هذا بده يصير يعني احنا بنقولهم انه سبب الكورونا بدها تصير على الكسوف طب السنة الماضية يا شاطرين ليش ولا واحد منكو حكي عن الكورونا ليش ولا واحد ولا واحد للي بيحكي عن الراهو ولا عن الكيتو ولا عن الصرامي حتى عراص أبوه ما حكاش إنه في فيروس كورونا جاي وبدو يجتاح العالم هسا صرت تحكيلي عن الفيروسات وصرت تتنبع عن الفيروسات لأنه صار في كورونا طب ما كورونا ما شيء أنا حكيت عنها في فيديو وحكيت إنها نصب وحكيت إنها استغلال للعقول وحكيت إنها هاي بس لأمور اقتصادية وسياسية في أول أيام كورونا وهيها موجودة على القناة وهو جمت إنه هاي الوفيات وهي الناس بتموت وهينا محبوسين يا عالم أنا طبيب طبيب دكتور طبيب ما إلي علاقة أنا يوم بحكي معك بحكي معك بلغة طب بلغة عقلانية باستخدم العقل أنا والعلم ما باستخدم الوهم هدولة باستخدموا الوهم بركب موضوع على موضوع مبارح حكينا عنها هاي كيف هدولة بصيروا نصابين أو هم نصابين كيف باستغلوا الموضوع ما تعلقوا محكوا في كل إشي بحكوه واللي بيجي بحكيلك عن الكيتو وراه لانه هو بدي يطلع بإشي مميز لازي شاطر إنتي تفضل حكيلي عن الأبراج العربية طب اعطيني بذكاءك ليش تروح لي على الهندي يعني ما الأبراج العربية لسه أقوى من الهنود ما هم الهنود أخدوا من الأبراج العربية احكيليإنتي عن الأبراج اليونانية عن الأبراج الكنعانية عن البابلية عن الكلدانية عن الاشورية هدولا كلهم عملوا لهم الفرعونية يا اخي ايه 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 فانتوا رايحين لي على الهند عشان ما حدا بيعرف عن الموضوع هاد خلص معناته للأبراج الهندية هيا الاصدق لا مش اصدق وعندهم اخطاء كثيرة وانتوا بتعرفوش تشتغلوا الشغل للأبراج الهندية لانه فيه اشياء ثانية بيعتمدوا عليها كلها اسماء آلهة وكلها شركيات فانت مسكتولي كيتو وراهو وبعدين برجع بقولك المريخ والمشتري والزهرة طب سميهم بالمسميات الهندية كنك شاطر بس هاي هاي كمان وحدة بتكون كمان سؤال نجاوب عليه ظل المعنى قديش اه لا لسه فيه كمان دقيقتين اه فيه كمان سؤال بيحكي عن موضوع انه يعني الفرويدات وعن الاسهم العربية واللي هي السهم الحظ والموت والحياة وهدولا اللي موجودات في الفلك العربي وهدولا هدولا كلهم انا ما بقدر اشرح لك اياهم بمقدمة هدولا لهم شرح معمق كبير يعني هذا لازم في السلسل التعليمية انا احطه لانه ما بقدر انا اشرحه لانه رح يعني اتوهي الناس لما باجي انا بقول سهم الموت معناته الناس يقولك ايوه سهم الموت في السرطان معناته بدك تموت لا هاي ما لهاش علاقة فيه الها حيثيات والها دراسات عن الرزق وعن الحب وعن المحبة وعن الحرب وعن اسهم كثير 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 اكثر مما تتخيل وعدد الاسهم عدد الاسهم بعدد كل مجريات الحياة من بداية ولادتك لغاية مماتك هاي الامور ما كلها انا رح اشرحها لانه رح ادخل الناس بالحيط ورح اورجيهم انه في ابواب شركية كثيرة في هذا الموضوع فاحنا من اقتصروا على الاشياء الايجابية اللي ممكن تستفيدوا منها واشرحلكوا اياها بطريقة علمية مبسطة بدون ما انا اشتتكم زيادة بكفي حكيتوا بسرعة 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 كيف بس اليوم انا برغي 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 يعني زي اللي ماكل صبوني خلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاربعاء عشرة ستة القمر موجود في الدلو لاخر يوم في منزلة سعد الاخبية هي للحماية والضرر والضفر والعقد تأثير القمر على كافة الابراج لما بيكون موجود في الدلو بنشعر الان انه بحاجة ماسة للتغيير الروتين في هاي المرحلة بيكون عدو يعني للروتين يعني الروتين بيكون عدو لهاي الوضعية بنكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا بنرغب في الانضمام الى نادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادي بشكل منطقي اكثر منه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفزيون او تجربة طعام جديد اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وارانوس راح تكون في تمام الساعة خمسة وتسعة وعشرين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة وتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني ويفضل اخذ فترة من الرحل استعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بطريقة سلبية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة سبعة واربع عشر دقيقة مساء بتتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر والشمس وهاي اخر زاوية راح تكون تقريبا ساعة ثنتين واربع وثلاثين دقيقة بعد العصر يعني قبل حلقة الغد تقريبا بنص ساعة منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا مجرد ما انها الزاوية هاي صارت معناته بداية خلو المسار بده يبدأ مباشرة معها لانها هاي اخر زاوية كل توقيتاتنا الاوقات بتوقيت جرينيتش عشان ما حدا يخربط خصوصا الاشخاص الجداد اما بالنسبة لخلو المسار طبعا راح يبدأ ساعة ثنتين واربع وثلاثين دقيقة بعد العصر ورح يستمر لغاية بعد منتصف الليل يعني راح ندخل في اليوم الثاني اللي هو يوم احداعش ورح يستمر لغاية الساعة تسعة وواحد وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار اما بالنسبة لعمر القمر القمر المحدب عمره تسعة عشر يوم في تمام الساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمره عشرين يوم نسبة الاضاءة خمسة وسبعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء لغاية عشرين ستة المزاج منتحس القمر في الدلو حتى احداعش ستة المزاج منتحس عطارد في السرطان حتى يوم ثمنتعش ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمسة وعشرين ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم تنعاش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة بعدين يرجع للجدي مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم خمسة عشر ثمانية بيتراجع يعني رح يتراجع يوم 15-8 مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23-6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا قبل ما أبلش أنا بتوقعات اليوم أحب أحكي لموليد برج الحمل إنه شو سبب الضغط هذا اللي أنتوا حاسين فيه أول إشي لأن القمر بيقترب لبيت المتاعب يعني هذا آخر يوم بعدين رح يصير في بيت المتاعب عندكم يعني رح تتعبوا كمان يومين زي ما حكيت أنا في التوقعات الأسبوعية هذا هو سبب التأثير مجرد ما القمر وصل لعندكم بعدين بتبدأ دورة فلكية جيدة بالنسبة لإلكم بتدوم تقريبا بحدود 15 يوم بتكون جيدة ولصالحكم بعدين بتصير متقطعة ما بين فيها نحوسة وفيها اضطراب وأشياء زي هيك ولكن إنه حاولوا خلال اليوم هاد تنهو كل الأعمال الضرورية قبل ما تصل مرحلة الركود اللي بتصير في فترة وجود القمر في بيت متاعبكم اللي هو في الحود فعشان هيك اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بطل يعني أطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم إشي ما تبقى وحيد أخرج للقاء الناس أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا يعني منقدر نحيي إنها روتينية صحيح إنه كان في نوع من أنواع الضغط في الأيام الماضية ولكن اليوم الأجواء روتينية بالنسبة لإلك يمكن تكون كمان أحسن شوي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ممكن تلوح لك بعض الفرص المالية أو المكاسب المالية اللي بتيجي في ساعات الظهر ممكن هاي تجيب لك بعض النقود أو الاهتمامات المالية بشكل جيد يعني أو ممكن تتفق على أمر معين برقم أو بسعر أو بشيء يكون مناسب لإلك أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم يعني ممكن يكون في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالنقاشات أو الحوارات أهم إشي أنك ما تحتد ما تعصب طبعا بسبب تراجع الزهرة اللي موجود في البيت الثالث لإلك في الجوزاء فعشان هيك بشحنك ببعض الطاقة السلبية اللي بيبين عليك أنك أنت عصبي أو متردد أو قلق أو خايف فعشان هيك حاول أنك تمسك أعصابك وما تعصب ناقش بهدوء وما تشتت المواضيع أكثر أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأجواء على مستوى البيت بتحمل نوع من أنواع الحدية إما هو توتر أو اهتمامات منزلية أو بعض التجهيزات لترميمات تصليحات أو اهتمامات بمشتريات أو التزامات عائلية أو خلاف مع أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما زالت برضو على المستوى العاطفي لإلك ضاغطة فهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو العصبية أو الحدية أو العتب على الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس يعني تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم صحيح أنه بكون عندك شعور بالتعب أو الملل لأنه بلشت تتراكم الأمور عندك أهم شيء أنك تتراكم وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة أو معاملة الأزواج مع بعض اليوم جيد مشحونين بطاقة عالية وهي ممكن تعمل لكم نوع من أنواع التقارب أو المصالحة أو أشياء إيجابية بالدعم من علاقتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع يعني برضو روتيني اتصالاتك الخارجية أو البعيدة بتكون على طبيعتك ممكن بعض المراسلات أو النقاشات مع بعض الأشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إيجابية وبتدعمك بقوة فهي ممكن أنها توكل لك عمل جديد أو تفتح لك باب جديد من الأعمال يكون لصالحك ويدعمك برضو بشكل قوي وممكن يكون لك بعض التعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم جيد وبيدعمك في قوة فعشان هيك ممكن تنجز كثير من الأعمال المهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض الأمور الصحية بتتعلق فيه أو في أحد الأحبة برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب لمن يبحث عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم أو مفاجأة تكون خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية يعني الفترة هاي فيها نوع من أنواع الصعوبة بتتطلب منك إنك أنت تكون مركز بشكل جيد طبعا هذا البيت بيت السمعة فعشان هيك شوي الأمور بدها نوع من تركيز أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة على المستوى النفسي أنت مشحون بطاقة إيجابية وهي الطاقة ممكن تعملك نوع من أنواع الثقة بالنفس ما تسمح للتردد أو الشك إنه يسيطر عليك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني برضو بتحملك بعض الفرص المالية خلال هذا اليوم ولكن أغلب الفرص تيجي عن طريق العمل الإضافي أهم مش إنك تركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء جيدة وبتدعمك فأنت اليوم نشيط عندك سرعة بديهة عالية ممكن أنك تتنقل بحرية خلال هذا اليوم وفي نفس اللحظة ممكن أنك تناقش وتقنع أي شخص بوجهة نظرك أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات الأمور متوترة على مستوى البيت أهم إشي أنك أنت تمسك أعصابك إذا ظهرت بعض المتاعب أو بعض المشاكل أو الخلافات العائلية أو بعض المهام اللي بتطلب صياني أو ترتيب أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأجواء يعني شوي شاعر بنوع من أنواع الزعل أو العتب على الحبيب خلال هذا اليوم ممكن يكون أحد الأبناء مش شرط الزوج وممكن يكون علاقة قديمة اليوم تسترجع ذكريات لإلها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل روتينية يعني بتنجز أعمالك بشكل طبيعي وفي نفس اللحظة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فبينك وبين الشريك يعني الأجواء تقريبا روتينية ولكن في ساعات الظهيرة للعصر ممكن يصير فيه تقارب جيد ما بينك وبينه أو تتفق على مسألة أو يتلطف الجو ما بينك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة فأنا شايف الجو روتيني بالنسبة للاتصالات البعيدة برضو على مستوى البيت التاسع برضو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 برضو الأمور روتينية على مستوى الأصدقاء والمعارف تتعامل على حسب طبيعتك ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك بقوة خلال هذا النهار فعشان هيك بتقدر تنجز كثير من أعمالك واهتماماتك وبرضو ممكن أنه يكون لك عيادة مريض أو اتصال للاستفسار عن صحة شخص معين أو ممكن أنه يكون الأمر مجرد زيارة لعياته أو أمور من هذا القبيل مرج الجوزاء بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة إما بأوراق سفر أو معاملات أو تنقلات أو اتصالات بعيدة ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك هذا اليوم يعني عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فترة مثمرة على جميع الأصعدة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء روتينية رغم أنها إيجابية وبتدعمك خلال هذا النهار وممكن أنها تعمل لك يعني إيث يدافع نفسي ويكون جيد بالنسبة لك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى المال ممكن تفتح لك بعض الفرص المالية أو الدعم المالي خلال هذا اليوم وممكن برضو يكون فيه أشياء إيجابية تساعدك على أمور مالية يعني تنجزها أو تزبطها بطريقة جيدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء روتينية على مستوى اتصالاتك وتحركاتك نشاطاتك كلها تقريبا روتينية صحيح عندك نشاط أنت عالي خلال اليوم ولكن يعني بتحاول أنك تنجز بس الشغلات الضرورية والمهمة أو إذا فيه التزامات لشيء يعني تنجزها بطريقة ما تتعبك وما ترهقك أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت تقريبا الأجواء يعني هدت الضغوط عليك فممكن بعض الاهتمامات بمساعدات منزلية أو مشاركة في بعض النقاشات العائلية أهم شأنك ما تحتد وما تعصب أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني في بعض الأشياء اللي ممكن هيك تقلقها خلال هذا النهار ولكن هي مجرد ذكريات أو أمور إلها علاقة بالحبيب أو حبيب سابق أو ممكن أمور إلها علاقة في أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم جيد برضو ممكن تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك وفي نفس اللحظة ممكن يوكلك عمل جديد أو تجيك شغلة جديدة يعني بتنجزها بشكل جيد برضو في إلك بعض الاهتمامات الصحية راقب صحتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو جيدة على مستوى بيت الشراكة العاطفية وهي بتعملك نوع من أنواع التقارب ما بين الأزواج تحديدا وممكن تكون مصالحة أو أشياء بتدعم علاقتكم أما بالنسبة للبيت الثامن بيت الأموال المشتركة روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني الأجواء جيدة على مستوى العمل أو المؤسسات ممكن اليوم يوكلك عمل جديد أو تحقق إنجاز إذا كنت بتشتغل في مؤسسة كبيرة ممكن ينظر لك أو تسمع إطراء معين بيجيك من رئيسك بالعمل أو من بعض الزملاء أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء ممكن اليوم تنشط في بعض اللقاءات للأصدقاء أو تعامل مع بعض الأصدقاء بتكون متوتر أو قلق على صديق معين أو ممكن إنه هو يميطل أو يتردد في المقابلة أو يكون مشغول ويأجل لأكثر من مرة خلال النهر أما بالنسبة لبيتك 12 فهو جيد وبيدعمك بقوة فبتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالأمور الصحية لك أو لأحد الأحبة برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل سارع لا تقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي خلال هذا النهر أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريباً منقدر نحكي إنها يعني مش كثير ضاغطة ومش كثير سلبية يعني على المستوى النفسي تقريباً منحكي على طبيعتك تتعامل بشكل عادي ودي ما في عندك إشي يشحنك سلبي أو إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فبيحملك بعض الفرص المالية اللي ممكن تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو دعم أو أي شي العلاقة بالهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فبرضو المزاج عندك شوي فيه نوع من أنواع الحدية فممكن أن يغلب عليك إما التهور يعني المغامرة أو الجراءة الزيادة هاي بدك تدير بالك أثناءها عشان ما تقع بالغلط وبرضو في نفس اللحظة العصبية في أثناء النقاشات فما تحتد ولا تعصب هذا اليوم لغاية ساعات الظهر هاي بتستمر العصبية بعدين الأجواء بتصير روتينية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل على طبيعتك مع البيت وأفراد البيت وحتى العطال وواجبات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء بلشت يعني بالاتجاه أنه نطلع من الحدية أو العصبية اللي كانت مسيطرة بالفترة الماضية اللي تخلق بعض المشاكل العاطفية عندك تقريبا هاي الأمور بتظل ضاغطة لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر الأجواء بتصير إيجابية وممكن تحمل لك بعض الأخبار الجيدة عن الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس يعني روتيني ممكن تنجز أعمالك بشكل روتيني اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية وبين الأزواج فهو جيد وبيدعمك بقوة وهذا بيعمل تقارب ما بينك وبين الشريك وممكن يكون تحمل مصالحة أو تقارب أو ممكن يعني مشروع مشترك أو فكرة مشتركة كتنقل أو زيارة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع الأجواء الروتينية على مستوى اتصالاتك البعيدة أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الأوراق القانونية أو المعاملات كلها بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد وبيدعمك بقوة على مستوى العاملين في المؤسسات أو الشركات الكبيرة وممكن ينجز بعض الأعمال اللي تكون بشكل جيد لمصلحتهم وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل بينك وبين رئيسك بالعمل أو زميلك بالعمل وممكن تسمع نوع من أنواع الإطراء أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني بتتعامل على طبيعتك ممكن يعني يكون بعض الأشياء الإيجابية بينك وبين صديق أو دعوي أو لقاء معين ولكن ما رح يكون عندك اللي هي الحفاوي أو الاستمتاع الكثير لأنه الطبع رح يكون عندك روتيني أما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم وبرضو ممكن يحدث أمر جيد اليوم يلفت انتباهك من أيام ما حصلش معك إشي زي هيك أما بالنسبة لوضعك الصحي فهو جيد وبيدعمك بقوة برج الأسد بترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر لا تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضعية وأعصاب بردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني نفسيا أنت أحسن مشحون بطاقة إيجابية بلشت الأمور تستقر عندك بشكل جيد بلشت تضح الرؤية إلك بشكل جيد فعشان هيك اليوم يعني تقريبا في بعض الأمور الإيجابية اللي رح تدعمك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء على المستوى المالي ممكن تلوح بعض الفرص المالية أو تحقيق بعض الإنجازات المالية وخصوصا في ساعات الصباح للظاهرة وممكن تحصل على بعض المكاسب أو الدعم خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فتحركاتك ونشاطاتك وإنجازاتك اليوم يعني قوية جدا وبتساعدك بشكل قوي في إنجاز كثير من المهام وممكن برضو تساعدك في النقاشات أو الحوارات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى البيت بتدعمك بقوة وممكن تعملك نوع من أنواع التقارب أو إنجاز بعض الأمور وبرضو في نفس اللحظة ممكن بعض الأمور العائلية تكون جيدة وإيجابية في بعض الاهتمامات شايفة أنا على مستوى البيت ممكن تكون تصليحات أو ترميمات أو يعني أشياء لها علاقة بتحسينات أما بالنسبة للبيت الخامس تقريبا الحدية اللي كانت عندك بالأمور العاطفية اليوم تتلاشى فبتنشحن بطاقة إيجابية أكثر بيصير عندك عواطف جياشي أكثر فحاول قدر الإمكان أنك تسيطر عليها وما تندفع كثير على أمور النزوات والرغبات الأجواء لسه ما بتساعدك على هذا الموضوع ممكن تسبب لك بعض المشاكل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء الروتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار يعني أعمالك بتنجزها بالشكل الروتيني وممكن برضو تحمل لك بعض يعني الأشياء اللي يعني تراقب فيها صحتك أو الاهتمامات الصحية العادية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي يعني هو كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن يعني بيت الأموال المشتركة الروتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيتك التاسع ممكن يعني بعض المكاسب بتصير معك أو الاتصالات البعيدة أو الأخبار اللي بتجيك من خارج البلاد يكون منها جزء إيجابي وبيدعمك بقوة أو بفرحك بقوة أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو جيد بيدعمك على مستوى إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن إنه يصير لك يعني إنجاز عمل تسمع نوع من أنواع الإطراء خلال هذا النهار على قدرتك على إنجاز هاي الأعمال أو التعامل مع بعض الأشخاص اللي هم بيداوموا معك في نفس العمل زي زملائك أو رأسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد بيدعمك بقوة وهذا بيعمل لك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أشخاص يعني ممكن إنهم يكونوا ثقات وممكن إنه يدعمك صديق معين بمسألة شوي كانت محيريتك بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وبرضو ممكن إنك تهتم بأمور صحية إلك أو لأحد الأحبة مرج العدراء طبعا اليوم رح يبدأ العمل بالتراكم عندكم أكثر من برح أكثر من يوم أمس بيصير هذا الموضوع شوي تدريجي حاول إنك تنجز فقط ما بوسعك من العمل دون المبالغة في تعبك أو إرهاقك انتبه لغذائك وراحتك ما تسمح للواجبات بالتزامن يعني يكون أكثر من عمل مع بعض وفي نفس اللحظة ما تخلي الأمور تتراكم عندك بدك تكون أكثر تنظيم حاول إنك تحسن الإدارة اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي حاول إنك تأخذ قسط من الراحة ويهدأ وكون عند حسن الضن أما بالنسبة للبيت الأول فالنفسية اليوم شوي متقلبة مشعونة بطاقة سلبية أنت عشان يك حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية تتفائل وتنطلق عشان ما يسيطر عليك روح التشاؤم أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء جيدة على المستوى المالي ممكن تحقق بعض الإنجازات المالية اللي ممكن تيجي من عمل إضافي أو نوع من الهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث بيغلب عليك النشاط اليوم بالحركة أو بالاتصالات أو بالحوارات برضو مقنع بالنقاشات بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم وبرضو هاي الأمور بتساعدك بقوة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا النهار يعني ممكن يظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالتقارب العائلي أو يعني بعض المساعدات العائلية أو إنجاز بعض المهام البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء العاطفية تقريبا يعني بدأت تدخل بمنحنة الإيجابية فعشان هيك ممكن يكون لك تعامل جيد مع أحد الأبناء أو مع الحبيب أو مصالحة بعد زعل الأيام الماضية إذا كان الأمور مثل ما حكيتها أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية برضو الأمور روتينية ولكن بتحمل نوع من أنواع الإيجابية من الظهر لساعات العصر أما بالنسبة لبيتك الثامن فالأجواء يعني على الأموال المشتركة ممكن تظهر بعض المسائل أو النقاشات اللي إلها علاقة إما بديون أو مستردات مالية أو التزامات يعني بدك من أشخاص فلوس أو إنه أمور إلها علاقة في البنوك أو المؤسسات المالية زي الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني شوي ضاغطة ممكن تسمع خبر يزعجك من خارج البلاد أو تقلق على شخص خارج البلاد أو تتوتر أثناء الاتصال معه إذا عندك امتحان اليوم دك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت السمعة وهي بتخليك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن اليوم يصير نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل ولكن حاول أنك ما تخالف القوانين وما تحتد وتكسب عدوات وأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد بيدعمك بقوة فممكن اليوم يكون في تعامل مميز ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو تنقلات وزيارات وأشياء واجبات اجتماعية أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو جيد اليوم أحسن من الأيام الماضية ولكن فيه نوع من أنواع الضغوط الخفيفة فعشان هيك منقول لك حاول أنك تراقب وضعك الصحي إنجز الأعمال بدون ما تخليها تتراكم عليك كثير وفي نفس اللحظة خذ قصد كافي من الراحة ما تهمل أكلك وصحتك برج الميزان طبعا اليوم برضو إيجابي بيدعمك بقوة القمر موجود في البيت الخامس لألكو عشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية تستعيد إشراقتك وممكن تسعر الكثيرين بحضورك الباهر إلى أجواء مناسبة لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولة والأخبار الجيدة برضو يعني ممكن اليوم يكون في فرحة أو أمر يفرحك كثير يارب أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور جيدة وبتدعمك بقوة على المستوى النفسي فعشان هيك نفسيتك أحسن اليوم مشحون بطاقة إيجابية يعني برضو عندك اليوم هيك حيوية عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو جيدة على المستوى المالي ممكن اليوم يعني تنشط ببعض الأمور المالية ممكن بعض المستردات المالية أو من عمل إضافي يجيك بعض النقود أو ممكن يعني وعد أو بشرة سارة تكون لإلك للأيام القادمة ممكن دعم مهدية شغلات من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها يعني روتينية نقاشاتك حوارتك تنقلاتك روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى البيت الرابع على مستوى البيت برضو الأجواء جيدة جدا وبتدعمك بقوة وممكن يكون فيه نوع من أنواع التقارب العائلة أو الاهتمامات البيتية والمنزلية وممكن يكون فيه خبر مفرح أو إشي يبسط على مستوى العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأعمال جديدة وممكن اهتمامات بشؤون صحية ولكن من ناحية إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية فبتحمل لك بعض الإيجابيات ممكن أنه اليوم يعني يصير فيه تقارب أو يعني فيه رفقة أو تقارب ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فبيحمل لك نوع من أنواع التواصل أو الاتصالات الحثيثة الخارجية من خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي هي أوراق قانونية أو معاملات أو نقاشات أو حتى إنجازات بتكون بشكل جميل أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العمل فعشان هيك ممكن تنجز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم وبرضو يكون لك بعض الاهتمامات تكون في زميل أو رئيسك في العمل اللي حبي بقدم لوظيفة برضو اليوم مناسب أو يقابل أو يناقش بتكون لصالحه أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء الروتينية تعاملك مع الأصدقاء بيكون طبيعي ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ما بينكم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بيدعمك على إنجاز كثير من الأعمال وبرضو الاهتمام بصحتك بشكل جيد برج العقرب تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تظهر أو تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها ما تفقد الاتزان يعني بدك يكون عندك نوع من أنواع الثقة بالأحبة ممكن تخلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية يعني خلال هذا اليوم ممكن أنه نفسيا شوية تكون هيك مش كثير نشط أو حيويتك مش بزيادة يعني بتكون على طبيعتك روتيني أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني ممكن تحمل لك بعض الفرص المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو دعم مالي خلال هذا اليوم وممكن اهتمام على مستوى أعمال إضافية أو مستردات مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها جيدة في النقاشات والحوارات والتنقلات وبرضو في عندك نشاط عالي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة أصبحت على مستوى البيت اليوم فهذا بيعمل لك نوع من أنواع التقارب العائلي ولكن برضو بيعمل لك نوع من أنواع القلق أو الاهتمام بصحة أحد أفراد العائلة ممكن يكون عندك بعض النشاطات المنزلية زي ترتيب أو ترميم أو تصليحات أو ممكن أشياء شوي يعني بحاجة لإهتماماتك طبعا هذا كله زي ما حكيناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء بلشت تتجه بالاتجاه الجيد عاطفيا فعشان هيك اليوم بيحمل لك نوع من أنواع التقارب مع الحبيب أو مصالحة أو لقاء الحبيب أو ممكن يعني أشياء إلها علاقة بالمغازلة أو بالنزوات فعشان هيك الأجواء جيدة حاول أنك يعني النزوات نحن بنحكيها هيك مش تروح تعمل نزوات اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وإلك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى الشراكة المالية والعاطفية وخصوصا في ساعات الظاهرة وهذا بيعمل لك نوع من أنواع التقارب مع الشريك وبرضو بعض الاهتمامات اللي بتكون مشتركة ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة ممكن يكون لك بعض النشاطات اللي لها علاقة إما في بنك أو في مصارف أو في مؤسسات مالية زي الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيحمل يعني كثير من المراسلات الخارجية أو الاتصالات الخارجية أو الاهتمام ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات خلال هذا النهار وهذا بساعدك وبدعمك بشكل قوي وممكن تحقق بعض الإنجازات الجيدة اليوم إذا كان عندك امتحان جامعي بيدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى العمل الأمور جيدة جدا اليوم يعني بلشت تفتح بعض الأمور اللي علاقها علاقة خصوصا للأشخاص اللي بيعملوا أو بدهم يعملوا مع المؤسسات الكبيرة ممكن يجيكم خبر جيد أو مديح أو إطراء أو مساعدة على أمر معين يكون لصالحكم وممكن يكون لكم بعض التعامل مع زملاء أو رؤساءكم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار وفي نفس اللحظة ممكن تراقب وضعك الصحي بشكل جيد برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتع بسرعة بديهة وخاطر تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك اليوم باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك أو لتبريرها وتنشط بالتنقلات والاتصالات أما بالنسبة للبيت الأول فطبعا بدعمك بثقة بدعمك بقوة ثقتك بنفسك عالية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك على المستوى المالي فهذا يحقق لك بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات مالية أو دعم مالي أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع تقريبا على أجواء البيت الأجواء بلشت تتخذ الجانب الإيجابي تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلي ممكن يكون بعض الاهتمامات زي تصليحات وترميمات أو مشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو متقلب خلال هذا النهار يعني لحظات بيكون إيجابي لحظات بتحزن لحظات بتقلق لحظات بتزعل وتسب على الحبيب ولحظات بترجع وتتصالح يعني الأجواء متقلبة عندك أنت خلال هذا اليوم على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على بعض المسائل اللي لها علاقة بالعمل ممكن يعني يتراكم عندك بعض العمال ما تقدر تنجزها كلها ولكن استغل فرصة الطاقة الإيجابية هاي وإنجزها وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى الشراكي وبيعملك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفي يعني ما بين الأزواج هو ممكن تحقق إنجاز أو رفقة أو ترافق الشريك في موضوع معين أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد بيدعمك برضو على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك ممكن منك يهتم ببعض الفواتير أو دفاتر الحسابات أو أمور إلها علاقة بالبنوك أو المصارف أو أشياء إلها علاقة بالمؤسسات المالية زي ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط على مستوى الاتصالات البعيدة أو التعاون مع أشخاص خارج البلاد ممكن تحتد أو يجيك خبر يزعجك خلال هذا اليوم أو تهتم بمناقشة موضوع ولكن تحتد وبتعصب فيه أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة تدعمك ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم أو يصير فيه نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل وممكن تسمع كلام إطراء أما بالنسبة لبيتك 11 فالبيت الـ 11 بيقارب ما بينك وبين الأصدقاء فبيحمل لقاء بينك وبين صديق أو تقارب أو مصالحة أو أشياء إيجابية خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم ببعض المسائل الي إلها علاقة بالأمور الصحية برج الجدي تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك احذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي لا تتسرع بتوظيف الأموال حاول أنك تدقق بالتفاصيل بتتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفاعل أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء جيدة خلال هذا اليوم تدعمك يعني نفسيتك أحسن مشحون بطاقة إيجابية عندك حيوية عالية يعني شوي بلشت أنت تطرد الوساوس اللي كانت مسيطرة عليك في الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو بتحملك بعض الفرص المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث يعني تقريبا على مستوى النشاط جيد جدا ممكن هاي يعني تدعمك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالنقاشات بالحوارات بالتنقلات تقريبا كلها إيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأمور يعني بتحمل آخر أو آخر الضغط على مستوى البيت فممكن اليوم نقاش حد لحسم بعض الأمور المنزلية أو مع أحد أفراد العائلة أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالترميمات أو التصليحات بتنتهي اليوم أو بتحسم أمر عقاري أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي خفت حديتها فممكن تعمل لك نوع من أنواع الاتصالات أو التحاور أو المصالحة ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء روتينية على مستوى العمل والصحة يعني هذا بيت العمل والصحة ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتك تتعامل أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت أجواء الشراكة ضاغطة عليك خلال هذا اليوم تحمل لك بعض الردات الفعل السلبية أو الحدية وممكن أنك شوي تقلق بشأن موضوع معين أو يصير خلاف ما بينك وبين الشريك اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن ما زالت الأمور المالية المشتركة فيها نوع من أنواع الحدية ولكن تقريبا بدأت تحسم الأمر أنت ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأوراق أو معاملات قانونية أو فوتير أو التزامات بنكية أو مؤسسات مالية زي الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن تسمع بعض الكلمات زي الإطراء أو الثناء على عملك أو إشي يميزك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فهو روتيني يتعاملك مع أصدقائك روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيتك 12 فهو جيد وبيدعمك بقوة وبيعملك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص لإنجاز بعض الأعمال الضرورية وممكن برضو الاهتمام بشؤون صحية إلك أو لا أحد الأحبة برج الدلو بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الإنفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود إلها فترة عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات بتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما بالنسبة للبيت الأول فهو اللي إحنا ذكرناه الآن أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك فاليوم ممكن تحصل بعض الأمور المالية أو بوادر لإنفراج مالي أو ممكن بعض الأشخاص يحصلوا من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني خلال هذا اليوم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى التحركات والنقاشات والاهتمامات يعني بتتعامل على طبيعتك على مستوى البيت ممكن يحملك بعض الخلافات أو الاهتمامات أو المشاكل المنزلية ممكن تحتد أو تعصب أثناء النقاشات أو إشيء يعني يشغلك زياد يرهقك أما بالنسبة للبيت الكامس على المستوى العاطفي تقريبا الحدية بلشت تنزل لا أدنى مستوى لإلها فعشان هيك يعني بظل فيه نوع من أنواع العتب أو المفاتحات السلبية المكاشفات ما بينك وبين الحبيب بيكون فيها طابع سلبي أو بتفتح ليش انت زعلان ليش زعلت مني يعني حوارات بين هذا القبيل وممكن يعني العتب هذا يكون على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط على مستوى العمل فعشان هيك ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها اليوم بالكامل وبرضو ممكن توععك صحي أما بالنسبة للبيت السابع يعني برضو بيحمل نوع من أنواع ردات الفعل السلبية اللي بتتعامل ما بين الشركاء أو ما بين الأزواج فممكن شوي هيك تحتد على مسألة معينة أو تعصب أو يصير في خلاف ما بينك وبينه على موضوع أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني بيت الشراكة الأموال المشتركة ما في أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف الأجواء جيدة وبتدعمك خلال هذا اليوم ممكن يعني يتحقق بعض الإنجازات الجيدة وممكن يكون فيه أشياء لصالحك خلال هذا النهار يعني الأجواء بتدعمك بقوة وهذا الإشي جيد على مستوى أنك تسمع أخبار جيدة أو تناقش أو مراسلات أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو أشياء من هذا القبيل كلها بتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت العاشر فممكن اليوم تنجز أعمال جيدة على مستوى اللي بيشتغلوا بالمؤسسات الكبيرة فممكن اليوم إما مبادرة أو خبر من مؤسسة أو من زميل أو من رئيسك بالعمل أو يجيك خبر كنت تنتظر جواب عليه وكان صعب عليك بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي وبالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك بقوة فعشان هيك بتقدر تنجز كثير من الأعمال اليوم وبرضو يعني لأنه البيت السادس ضاغط وهذا جيد فعشان هيك رح يصير فيه نوع من أنواع الإرباك على مستوى العمل في بعض المسائل أو مسألة عملية محيريتك خلال هذا النهار برضو ما تهمل صحتك وراقب أمورك بشكل جيد برج الحوت بسيطر التعب عليك لليوم الثاني على التوالي حاول تنظيم أمورك والمحافظة على صبرك المعهود أثناء تصريف أمورك والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء أي جديد ما تسمح للقلق بالسيطرة أنه يسيطر عليك بمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك طبعا بالنسبة للبيت الأول بما أنه بيت المتاعب ضاغط معناته البيت الأول برضو بكون ضاغط إما أنه أنت بتبدأ في مرحلة جديدة أو بتحاول تدخل على مرحلة جديدة أو فيه إشي شوي اليوم رح يكون محيرك وعملك وسواس وقلق ونقاشات وأنت مش بكامل حيويتك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني جيدة تحمل لك بعض الفرص المالية أو الدعم المالي ممكن تحققه من عمل إضافي أو مستردات مالية أو هبات أو مساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى التنقلات والحوارات وبرضو التشاور يعني كلها هاي بتدعمك بقوة ممكن اليوم تقنع أي شخص بوجهة نظرك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور ضاغطة فعشان هيك بتسبب لك بعض الضغوطات الحادة وممكن يعني شوي هيك تقلق بشأن عائلي أو يعني يكون في بعض المستلزمات أو الالتزامات البيتية اللي مربكة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو في ضغط فعشان هيك بسبب لك نوع من أنواع الخلافات العاطفية أو نوع من أنواع الحوارات الصعبة فعشان هيك بدك تدير بالك خلال هذا النهار ما تخلي الفجهة تكبر ما بينك وبين الحبيب حاول أنك أنت تتعامل بأنك تمسك العصى من الوسط بدون ما تنفع لكثير أما بالنسبة للبيت السادس فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها بالكامل خلال هذا النهار أهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني في ساعات الظاهرة هيك ممكن أنه تظهر مسألة جيدة تدعم أو تدعم علاقتك بالشريك وتعمل تقارب ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة فممكن يكون لك بعض الاهتمامات بفواتير أو التزامات أو حسابات بتكون بشكل جيد يعني دعميتك بقوة وبرضو ممكن أنك تهتم بأشياء لها علاقة إما بالبنوك أو المصارف أو إشيء العلاقة بالضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لهذا بيت الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو السفر أو التنقلات البعيدة كلها تقريبا نقدر نحكي أنه هي روتينية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك على مستوى المؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة وممكن اليوم تعزز بعض النقاط القوة اللي تكون لصالحك وممكن اليوم تكتشف أمر يعني كان شوي صعب عليك بالفترة الماضية ولكن اليوم تكتشفه بسهولة وممكن يكون لك تقارب ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف الجو جيد بيدعمك على مستوى الصداقة والتقارب وممكن أنه اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يحملك هذا إشيء إيجابي يدعم من علاقتك أنت وأصدقائك ممكن دعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة أو لقاء عائلي أو لقاء مع الأصدقاء بيكون بشكل جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات وما ظل هو يعني اليوم وبكرة إن شاء الله بدي ينتقل القمر لعندك فبتتحسن أمورك بشكل جيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء